ويقبل معاني الولاية وهكذا إلى آخر ولكنها تختلف من حالة لحالة لأن أحياناً تتغلب النفس يتغلب الشهوات على الإنسان عندما يتغلب القلب يعني في تقلبة بيناتاً لأنه سمو قلب المبدأ ده سمو قلب لأنه يتقلب جاي وتقلب جاي يبسل القلب سيد دين إلى قلب سيد دين كده ولا لا فالقلب عندما مثلاً قلنا شنو أيوة عندما يغلب على القلب مثلاً حب الشهوات مفهوم الكلام هذا فإنما سلطان يغلب فالنفس تتغلب على الناس عندما الشهوات تغلب على الإنسان يقول الإنسان نواجي تحت تأثير نفسه جاري ورا نفسه أو صاحب نفسه يعرفت الكلام هذا؟ نفسه ما مات إلى آخره قول عارفين بيقول لك لابد إجاهة إلى حد نفسه تموت بالنفسه تموت إمتها بيتموت لما يكون ما عندها مراد ولما تتزكى وتتطفر وتيجي تلوم رأيها مع الأقل الأقل هو بها بلومهم وكلها كامل يكون متعصب للأحكام الظاهرة الشيء أقل المشالك كامل ما بقبله ولكن ربنا قال وفوقه كل ذي علم عليم عندما يتهزب ويتطهر ويتزكى وتنفتح عليه طاقات المدارك العليا وقد ذاك بيدرق أتاري ما كل شيكة بنكال بميزان الأقل أو بنكال بدارا على الأقل فلابد في الحالة دي من المجاوزة والوصول إلى مستوى الروحانية حتى لو وصلت مثلا لمستوى الروح وعرفت التجليات الإلهية قل لا بتحتاج إلى أن التجليات عبارة عن شؤون شؤون ديب تمشي وديب تيجي وتتغير لكن الوصول إلى مستوى السبوت كالجبل الراسي بحيث ما في حاجة تقدر تغيرك من الحقائق اللي قاعدت وكهذه الحاجة بتجي عن طريق السر معنى الكلام هذا الإنسان عندما يكون في مقام السر استطاع أن يكون هو كلك ملكا لكله يعني هو كلك بيجي هنى هنى من حيث هو هنى الله فما بتلتجى لا مشكلة أبدا ولكن عندما يكون النفس دا 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 وحتها ساعتها بيكون دولا الأقل والروح والسر دولا كلهم بيكون ما عندهم أي حقوق لأن القلب أنضم إلى النفس أو كمان القلب بيجي نفس وبعد كده خلاص غير أحاجاته ما بيسيش قل آخر عشان كده بيجع في المعاصي بيجع في المحرمات بيجع في ترك الواجبات بيجع في ترك المأمورات وفعل المنهيات إلى آخر لأن النفس استولت عليه عجبنا الكلام هذا وعندما العقل استولى عليه كمان العقل برضو عنده سلطان عقل كويس بيقرفك محكام الشريعة لكن المشكل فيه كل شيء جاك ما يجع فيه بتقول دا ما صحي دا ما بقبله ودي مشكلة الفقهاء فقهاء وفيهم في المحل دا قل لها شطهات الصوفية وأكاذيب الصوفية وخيالات الصوفية وخرافات الصوفية في شيء دلوقت ظهر في هذا الزمن وهو المادية المادية الميه الجلي وراء المادة الماديين المادية هي المبدأ اللي راهوا فيه الشيوعيين شفتوا الشيوعيين الباطل ما بيدون أو الشيوعية ماشي على الظاهر دا بتنكر كل شيء لإين ما شافتك بتنكر كل شيء لإين ما شافتك بتنكر كل حاجة ما يعرفه دا حتى لما كان دا قارين قاله مشى في الفضاء ورجع لما سألوا به يجاوب عن الله يقول أنه مشى هنا كله الله مالكه دور عليه هنا في السماء كله مالكه ما هو واضح ما هلقاه لأن الله خلاه معاه ومشى ما يلقاه مفهوم الكلام هذا فالمهم دائما هذا معنى كلام الصوفية يقول مثلا النفس النفس لما يقوله مرات بها الإنسان عندما يكون مسخر لشهواته يقول مثلا الأقل يظهر سلطان عندما يكون الإنسان يعني مقيت بعقله ولكنه متمسك ظاهر الأحكام الشرعية اللي عقل يقدر يفهمها ولكن في الأشياء اللي جات للعبودية المحضر ما يقدر يدخل فيها لأنه ما يفهمه لو ربنا وفقه يآمن به لو ربنا يخذ لكما يتكلمه معروس الكلام هذا وعندما يصل الإنسان إلى مستوى الفناء في الحق تبارك وتعالى والبقاء مع تجليات الحق ساعتها بقوله روح الإنسان مسيطر عليه الروح وعندما يترقى من هذا المكان ويصل إلى مستوى التبوت والرسوخ والكمال والكشف واليقض والعيال والمجلة والبحث حاجات ما نقدر نقول لك أنه كيفية كيف وتعبر يعبر أنها كيف لكن ممكن الإنسان يعني بيأخذ منه جزء زي الأنصينيين اللي شرحوا أو اشتركوا في شرح الفين هذا شرح أنه الفيل عبارة عن حيوان جلد تقوية ده بقول لك لا حيوان جلد مثل العظم لأنه ليس السن لمسه فقال الحيوان إذا ماروسك كحيوان يعني جسمي عظم بس ما عنده جلد وده كمان بقول لك لا ده الفيل رفيع لكن عريب يعني لمسه الضام لديه الضام فكل واحد حكى بالشيء اللي هو إيدا لمسه معروس الكلام هذا على أي حال ترجمة نانسي قنقر